كشفت العديد من تقارير الصحفية القطرية عن اقتراب الدولية الجزائرية عدلان قديورة من الالتحاق بأحد أندية دور النجوم وحسب ذات المصادر فإن الدبابة عفوا يتواجد في مفاوضات متقدمة مع الغرافة الذي يأمل في الظفر بخدماته بعدما استقدم رسميا المواطنه صوفيان هني ويوجد قديورة ضمن اهتمامات أندية خليجية أخرى من السعودية والكويت إلا أن تنقل اللاعب يبدو معقدا بما أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع نوتينغام فورست الإنجليزية